أقامت نقابة المحامين في المحافظة وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني ورفع المحامون المحتجون لافتات ترفض تهجير المدنيين من قطاع غزة من خلال تكثيف القصف على الأحياء السكنية لقتل الأطفال والنساء بغرض فرض قرار التهجير وقال المحامون إن الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية يجرمها ويعاقب عليها القانون الدولي الإنساني ما يحدث من اعتداءات من قبل الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية من هجمات ضد الفئات المحمية بحماية خاصة المدنيين والأطفال والنساء والمنشآت الطبية والأحياء السكنية كلها تعد وتعتبر جرائم حرب وقرائم ضد الإنسانية معاقب عليها وفق القانون الدولي الإنساني وفق الاتفاقيات جينيفة الأربع التي أكدت بحماية خاصة للمدنيين وأيضا تجنيب الأعيان المدينية من هجمة الحرب فما بالك بما يقوم به كيان صهيوني غاصب لأراضي محتلة هي الأراضي الفلسطينية وكلها تندرق ضمن جرائم الحرب والقرائم ضد الإنسانية ما يحدث في غزة أمام مرأة ومسمع العالم كله جرائم إبادة جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية جرائم بما تحمله معاني القوانين الدولية والأعراف والأسلاف بما يخالف العرف والشرع والقانون هذا ما يحصل في غزة في هذه الأحداث ضد المدنيين ضد الأطفال ضد المنشآت ضد الأعيان ضد المستشفيات ما يحصل من هجمات مستهدفة ومباشرة ما هو إلا قرائم مقصودة لإبادة هذا الشعب ومحوه من الخارطة ومحوه من الأرض وهذا لا بد أن يكون هناك وقفة قادة من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن ولا بد من التحرك الدولي وتحرك الشعوب لوقف هذه القرائم فإسرائيل ليس لها عذر وليس لها مبرر أن تقوم بقصف المدنيين بالطائرات أو بالصواريخ بما لا يتناسب مع القوة التي موجودة مع الشعب الفلسطيني أو مع المقاومة ترجمة نانسي قنقر